فكرة الأساسية أن كل إنسان فينا والأطفال تحديدا عندهم صفات إيجابية وعندهم أشياء ممكن تكون نقاط ضعفة عندهم إحنا بنبروز إيه عند الطفل هو ده اللي بيخليه بقى شخصية قوية أو يبقى شخصية ضعيفة يعني هل إحنا بنتخير الصفات الجيدة ونقاط القوة عنده وهي دي اللي بنبروزها ونقول عنه أن أنت شخصية مثلا في طفل ممكن يكون حساس وطفل تاني يكون برضه حساس بس تيجي أم أو أسرة تقول للطفل أنت من أجمل سماتك أن أنت حساس مرها في الحس تقدر تحس بالناس بتتعاطف مع الناس بتأدي دور إيجابي في الحياة وفي أسرة تانية ممكن تاخد موضوع الحساسية ده وتبروزه بشكل سلبي فتقوله أنت ضعيف أنت كل حاجة تبكي أنت الحساسية اللي عندك دي لازم تبطلها فالطريقة طريقة تعاملنا مع طبيعة شخصية الطفل هي اللي بتخليه شوف صورته لنفسه لأن الطفل هو ما بيشوف نفسه وما بيدرك نفسه هو بيشوف نفسه في عيوننا في كلمتنا له في رسائل اللي احنا بنبعتها له أو اللي بنبعتها الأسرة في البداية وبعدين الأخوة وبعدين الأصدقاء وبعدين المدرسة والمجتمع بأسره فلو احنا بننقله صورة إيجابية عن نفسه شخصيته ستبقى قوية لو احنا بننقله صورة سلبية عن نفسه ستبقى شخصيته ضعيفة المشكلة الأساسية بتكمن في أن احنا مش بنقبل التنوع احنا عايزين طفل بسمات معينة لما بنلاقي السمات دي بنمدحها أي سمات مخالفة للسمات اللي فعلنا احنا بنرفضها وبنبدأ ننعت الطفل بيها بشكل سلبي فالطفل بيشوف نفسه في مراية سلبية فبالتالي بيعتبر نفسه شخصية ضعيفة وبيبدأ يمارس الضعيف اشتركوا في القناة